تبارك الذي بيده منك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيد الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلط الرحوان من سفاوت فارجع البطر من ترى من فتور ثم ارجع البطر كرتين ينطلب إليك البطر خاسئا وهو أثير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتبنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئت المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تخوها فكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها صوج قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما رزنا الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعوا ناقل ما كنا في أصحاب السعيد فاحترحوا بذنبهم فتشق لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأدر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأدر كبير وأترقوا لكم أم جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلط وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فمشوا في مناكبها وخلوا من رده وإليه المشمور أأمنتم من في السماء أن يغتف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرتل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نغير ونقد كذب الذين من قبرهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير توقهم صافات ويقبر ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنز لكم ينكركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أنسك رزقا بل لتوفي عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي ثويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن من العلب عند الله وإنما أنا نذير من دين فلن أرأوا الظلفة في أسوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله هو من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرقلان آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال المدين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ظوا فمن يأتيكم بماء المعين